وصلت طائرة المنتخب الوطني المغربي هنا إلى مطار مدينة سان بيترسبورغ قبل ساعة من الآن اللجنة المنظمة تفادت خروج اللاعبين من الباب الرئيسي وذلك لدواع أمنية توجه اللاعبون مباشرة إلى مقر إقامتهم وذلك قصد الخلود إلى الرحا بعد رحلة دامت قرابة ساعتين قادمة من مدينة فورونيج وكان اللاعبون قد تدربوا صبيحة اليوم بمدينة فورونيج أمام الجماهير المغربية بخصوص الجماهير دائما فإن مطار مدينة سان بيترسبورغ يشهد حركة غير عادية إذ تتوافد الجماهير المغربية والإيرانية بشكل كبير وذلك قبل يومين عن موعد المباراة وأكدت مصادرنا الخاصة أن الندوة الصحفية للمدرب إيرفيرونار ستجرى يوم غد بملعب مدينة سان بيترسبورغ في تمام الساعة الخامس عصرا بالتوقيت المحلي أي الساعة الثانية عصرا بالتوقيت المغربي على أن تجرى آخر حصة تدريبية للأسود في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا هنا بمدينة سان بيترسبورغ يوسف الشفعي عز العرب نيبط البطولة سان بيترسبورغ